حدث أكثر عن هذه الزيارة وأهميتها من الرياض مع الدكتور حمدان الشهري الأكاديمي والمحلل السياسي مساء الخير أهلا بك معنا العلاقة بعد زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن العلاقة وفق الجميع كانت بين البلدين هي تكاملية وليست تبعية كيف تصف بداية علاقة فرنسا العنوان الرئيس النضع اليوم والسعودية وعلى أساس كيف ستدعم فرنسا أو ما الدور الذي ستلعبه في سياسة مملكة العربية السعودية جديدة مساء الخير تحيتي لك أستاذ ميسون ومشاهد قناة الآن لا شك أنه زيارة الأمير محمد بن سلمان تعرف أن هي المحطة الثالثة غربيا والرابعة إذا قلنا بعد مصر من الهمية بمكان زيارة بعد زيارة الولايات المتحدة أن تكون أيضا محطة بعدها فرنسا فرنسا تعرفين هي تعتبر من أهم الدول الأوروبية دولة أيضا في مجلس الأمن عضو دائم دولة تعتبر هي الذراع العسكري سميها سميها الاقتصادي الدبلوماسي سمي ما تسمي بين دول أوروبا يعني هي دولة لها تاريخ أيضا في المنطقة تعرف المنطقة لها اهتمام أيضا مشترك بلبنان سوريا وغيرها من البلدان في الشرق الأوسط أضيف إلى أنها أيضا هي لاهتمام بحل القضية الفلسطينية والعمل على ذلك كل هذا يجعل المملكة العربية السعودية وأيضا فرنسا تريد أن تعمل لحل هذه القضايا وأن يكونوا جنبا إلى جنب لأن كل منهم يحتاج الآخر خصوصا المملكة العربية السعودية تعرف دورها الإقليمي وليس فقط العربي الفاعل والكبير بعد طبعا تولي الملك سلمان وخصوصا تحدث بعد عاصفة الحزمة التي أمهرت المملكة ليست فقط تعتمد على مبدأ دامج كونترولا إنما مواجهة الأخطار وتدخل ووقفها قبل أن تصل إلى البلدان أيضا تقوم بالذلك دفاعا عن بلدان العربية وغيرها المملكة اليوم ترص الصفوف المملكة تريد أن تقول العالم نريد أن يكون يدا واحدة في مواجهة هذه الأخطار إن لم نعمل سويا سيكون الأمن والسلم في خطر هناك مهددات منها داعش الإرهاب منها التدخل الإيراني وغيرها من النزاعات الموجودة في المنطقة إن لم تجد الحل السريع اليوم إن لم تجد عمل وتعاون بيننا سيزداد الشق وسيكون هناك خطر كبير في المنطقة طبعا استقبال السيد أيضا مكرون وخصوصا يقال أنه عمل عشاء خاص للأمير محمد بن سلمان بدون مترجمته الخاصة كما ذكرت وسائل الإعلام حتى يكون الحوار ودي ويكون حوار وجه لوجه ويكون بينهما للنظر في قضايا المنطقة تعلم قضايا المنطقة مهمة جدا صحيح أنها تتفق معنا في كثير من أمور فرنسا قد يكون هناك موضوع لا أقول نختلف عليه لكن الطريقة في مواجهة مثلا الملف النووي الإيراني لكن المملكة العربية السعودية تستطيع أن تؤثر إذا كان هذا قصدك يتم التطرق بهكذا اجتماعات وهكذا لقاءات للمواضيع المتفق عليها وكيفية العمل عليها في المستقبل بغض النظر عن الملفات الهامة بين البلدين إن كان مثلا على أبر الرئيس اليوم مكافحة الإرهاب بين فرنسا والولايات المتحدة مع ملفات أخرى طبعا أم أيضا يتم التركيز على ملفات كما قلت يعني فيه شوي باختلاف مش خلاف بين البلدين عليها مثل الملف الإيراني نعم عزيزتي تعرف أنت السياسة الدولية قد لا تكون دائما المئة بالمئة وقد ما تجده عند دولة قد لا تجده عند أخرى والعكس صحيح السياسة دائما تكاملية ولذلك تنويع العلاقات وتنويع الاقتصادات كما يسمى مهم جدا عن المستويات فرنسا قريبة جدا منها في مواقف كثيرة كما ذكرت لك لكنها أقرب تفاهما للملف النووي وتعرف اليوم أن إيران لابد من يقافها اليوم إيران حتى ليس فقط في الملف النووي تحدث عن الصواريخ البلستية وغيرها من الخطر فرنسا يوم بعد يوم تدرك أن إيران لابد من اتخاذ الحزم معها لا ينفع أن تترك لها يعني أن تواجهها مثلا كما تريد فرنسا مشتعد لمواجهتها في سوريا ومواجهة نظام بشار وخصوصا بعد استخدامها الكيماوي لكن هذه مواجهة أقول تكون ناقصة لن تكون كاملة لأنك تواجه جزء من المشكلة ولا تواجه المشكلة وأصلها وهي إيران وهي السبب في ما حصل ليس فقط في سوريا في اليمن في لبنان في العراق في أكثر من مكان إذن لابد من اليوم من سياسة حازمة لابد من حل مشاكل المنطقة وخصوصا أنه اليوم المنطقة مستعدة أن يكون هناك حل جذري لمثل مواجهات بكل صراحة شاملة حتى يعيد إلى المنطقة أمنها واستقرارها بدون أن كما يقول الفرنسيين بدون أن تكسر البيض لأن يكون هناك عجل لن تستطيع أن تعمل عجل بدون تكسر البيض يعني ساعات لابد تستخدم أكشن لازم تستخدم عمل حتى يحقق لك أهداف خاصة بمواقف الأخيرة كانت للبعض لأن قبل خاصة ملف سوري فرنسا مترددة إذا صح التعبير قليلا الآن أصبح موقفة مباشر وواضح لا شك لا شك أنا أتوقع أنه سيكون هناك دور متبلور فرنسي بريطانيا أمريكي للرد على استخدام الكيموي في سوريا لأنه أصبح الموضوع حتى محرج للدول الغربية ليس فقط طلب أو أن المنطقة تطلب ذلك أصبح محرجا حتى لهم وأن الوضع أصبح مرغمين للرد على ذلك ولن أعتقد يكون ردهم رد بسيط لأنه إذا كان رد بسيط بهذا الحجم لن يقدم ولن يؤخر ولن يعطي أهمية أو يعطي ثقة للمنطقة فيهم أو للعمل معهم في المستقبل خصوصا مثل التعاطي مع قضية إذا أخذناها كمثال القضية السورية ورد على استخدام بشار وهو أقل من إيران وإيران هي المشكلة لذلك نتوقع أنه يكون هناك رد وخصوصا فرنسا ستميل لذلك وتكون متحمسة بشكل أكبر للعمل على هذا الملف طبعا ملفات كثيرة من الملف اللبناني الإليزي قال بعض الحديث بين ماكرون والترامب أنا أشكرك على المشاركة معنا من الرياض دكتور حمدان الشهر الأكاديمي والمحلل السياسي شكرا دكتور حمدان شكرا دكتور حمدان الشهر الأكاديمي والمحلل السياسي